في ليبيا أثار تصويت المجلس الأعلى للدولة على القاعدة الدستورية الذي حدد فيه شروطا بشأن الترشح على منصب الرئاسة أثار جدلا في الأوساط السياسية بينما اعتبرها تمهيدا للانتخابات أو عثرة جديدة أمامها في مواجهة هذه التطورات دعا رئيس البرلمان عقيل صالح إلى جلسة يوم الاثنين المقبل لمناقشة هذه القضية تشر ظم جديد تقول إليه الأوضاع في ليبيا أم تنسيق للأوراق المباثرة المجلس الأعلى للدولة يتخذ خطوة إلى الأمام ويصوت على حسم القاعدة الدستورية لتنظيم الانتخابات إلا أن الخطوة تأتي معاكسة لرغبة مجلس النواب وعلى إثرها دعا رئيس البرلمان عقيل صالح أعضاء المجلس إلى الاجتماع من أجل بحث تحرك المجلس الأعلى القاعدة الدستورية المعضلة الأزلية التي تعرقل المسارى الانتخابية في ليبيا حسمها المجلس الأعلى للدولة وتضمنت شروطا عدة من أجل السماح بالترشح إلى منصب رئيس البلاد على رأسها أنه لا يجوز للمترشح إلى منصب الرئيس أن يحمل جنسية دولة أجنبية إضافة إلى منع ترشح العسكريين إلا بعد تقديم استقالتهم من منصبهم لمدة عام وهي الشروط التي يرفضها البرلمان إذ يطالب بالسماح لجميع الليبيين بالترشح إلى منصب الرئاسة إلى جانب عدم تضمين أي شروط قد تقصي أي مواطن أو تحرمه من خوض الانتخابات إلا أن هذا التشبث من الطرفين بموقفهما قد يؤدي إلى مزيد من الانسداد السياسي إذ تسبب هذا الخلاف في وقت سابق في انهيار آمال إجراء الانتخابات التي كان مقررا إجراؤها في ديسمبر من العام الماضي معنا من بنغازي الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور أحمد العبود ومن طرابلس المتحدث السابق باسم مجلس الدولة السنوسي إسماعيل أهلا وسهلا بكما سنبدأ من طرابلس معك أستاذ السنوسي ما الذي حدث؟ لماذا الآن في هذا التوقيت تحديدا المجلس الأعلى صوت على هذه القاعدة الدستورية لأنه كانت فترة معطلة ما في أي تقدم بشأنها وماذا عن محتوى من شروط فيما يتعلق بالترشح الترشح لمنصب الرئيس تحية لكم طيبة ولضيفك ولكل أستاذ المشاهدين هو ليس هناك جديد هذا هو موقف مجلس الدولة بشكل عام من مثل الشروط الترشح وهي نقطة خلافية بكل تأكيد بين مجلسين وابد الدولة وبالتالي هذا يعني أنه لن تكون هناك قاعدة سورية بهذا الشكل لأن مجلس الدولة يعني يصر على منع مزدوجي يعني شروط الترشح منع مزدوجي الجنسية ومنع الأسكريين من الترشح إلا قبل استغلاتهم بسنة فهذه المسألة بكل تأكيد لن تمر من قبل مجلس النواب وبالتالي يعني لن يكون هناك قاعدة سورية طبعا هذا مسايرة لهذا الحوار وهذا النقاش الذي ربما هو بعيد عن الواقع على انقسام السياسي الخطير الذي يلقي بظلاله على يعني سواء على مستقبل الدولة الليبية أو حتى معيشة المواطنة اليومية أو حتى السيناريوات التي تنتظر الليبيين سواء كان فيما يتعلق بمحاولة أو ربما توقع أن تقوم بعض الدول بجر ليبيا أو بتحويلها إلى ساحق صراع وغير ذلك المحتمالات الصيحة صحيح في سنتي على هذه المحتمالات والتصريحات لكن أستاذ سنوسي سريعا واختصار لماذا الآن هذه الخطوة هذه الخطوة كما ذكرنا كانت منتظرة منذ فقط أنت تقول فعلا المجلس موقفه محدد وواضح لكن موضوع التوافق على القاعدة الدستورية الانتخابية كان مفروض أن يكون في توافق مع المرلمان كان مفروض أن يتأخذ هذه الخطوة لماذا تحرك المجلس الأعلى الآن؟ هو تحرك المجلس أو تصويت المجلس اليوم لا يعني بأن الأمر انتهى عند هذا الحد يعني باعتبار أن المطلوب أو الذي يلزم المجلسان هو في الاتفاق السياسي هو التوافق بينهما على التعديلات الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات فهذا أعتقد أنه لم يتم بعد بالتالي فإن هذه الخطوة من قبل مجلس الدولة هي ليست خطوة نهائية ربما يكون هناك حلول وسط في موضوع شروط الترشح وهذا أعتقد بأنه لن يكون إلا في إطار حل شامل لأن موضوع القاعدة السورية وحده في اعتقادي أن المجلسان أو أن المجلسين لن يمرر أي قاعدة السورية قبل أن يكون هناك توافق بينهما على المناصب السيادية وعلى توحيد السلطة التنفيذية قبل ذلك لا أعتقد أبدا أن هذا المجلسان سوف يقدمان أي قاعدة السورية إلى العلن لأننا حينما كان هناك توافق معلن بين عقيل الصالح وخارد المشري هذا يعني أنهم قد اتفقوا على شيء ما بينهما ولذلك أعتقد بأن موضوع القاعدة السورية الآن هو موضوع للاستهلاك الإعلامي أكثر من أنه خلاف واقعي بين المجلسان طيب أذهب إلى الدكتور أحمد العبود في بنغازي أهلا وسهلا بك بداية كيف ترى أنت هذه الخطوة الآن واضح يعني موقف المجلس وأنه المقصود في هذين الشرطين موضوع الازدواج الجنسية موضوع العمل العسكري والاستقال منه في أسماء محددة واضحة يعني مضعت من أجل حتى لا تترشح بالتالي برأيك يعني طالما أنه الشرط يعني هو التوافق كما قال سيد سنوسي إسماعيل فعلى ماذا تدل برأيك هذه الخطوة من المجلس الأعلى الآن بشكل منفرد يعني خليني أولا نقول بأن عودنا مجلس الدولة والطبيعة الاستشارية على هذا السلوك لطالما يتم الاتفاق وهنا يسجل نقاط في مصارات تفاوضية على غرار ما حدث في بوزنيغا ومن بعد يذهب للانقلاب على ما تم الاتفاق عليه من تفاهمات أو اتفاقات أو معايير أو اشتراطات والقاعدة الدستورية ليست في الاستثناء ومن ثم سوف أعرج فيما بعد على أنها قد تكون أيضا من ضمن ما عرج عليه السيد سنوسي الأوراق التفاوضية التي يقبض عليها مجلس الدولة ليساوم بها مجلس النواب في قضايا أخرى ذات علاقة مثل قضايا المناصب السيادية وقضية الحكومة الموحدة التي تأتي من ضمن خطة العمل التي بدأت ملامحها تتشكل لدى سيد عبدالله بشيدي وأعتقد بأن المصار الأول وهو ما يعزز هذه الفرضية أن السيد باتيلي سوف يترك القضايا التاليات وقضايا التوافق حول قاعدة الدستورية وقضية توحيد السلطة التنفيذية وقضية المناصب السيادية لبرهة من الزمن وفق جداول زمنية للمجلسين إذا حين تحضير المصار الثاني الذي سوف يكون مصارا مختلفا بالكامل ولن يكون للمجلسين أي دور فيه إذا ما فشد في الوصول إلى القضايا والتوافق التلات التي حددتها خارط طريق التي يحاول بلورتها السيد عبدالله بشيدي إذن السلوك التسويتي داخل المجلس دائما يعودنا على هذه المواقف المتأرجحة أو المواقف التي تنقلب على أي اتفاق وأقول بصراحة أن المصار الدستوري الذي نستدعيه اليوم نحن ليس بحاجة إليه يعني بمعنى تعديل الدستورة 2017 التجربة تقول بأن ذهبنا في أكثر من محطة كان آخرها محطة القاهرة وتم التفاهم على جل هذه القضايا التي نسميها اليوم قضايا خلافية وذهب الرجلين إلى جنيف ومن بعد إلى تركيا والقاهرة وتم التفاهم على أن المرحلة هدية مرحلة أخيرة مرحلة انتقالية وبأننا صنعنا تقليدا سياسيا في لجنة الحوار السياسي المصار الدستوري عندما قبلنا بترشح العسكريين وتقبلنا أيضا بترشح مزدوجي الجنسية نذكر أستاذ المشاهدين بأن تم قبول ترشح السيد الجويلي يساما جويلي وهو عسكري أيضا يساما النمروش وهو عسكري السيد فتحي بشاغة وهو عسكري ولم يحارفهم ورحض وعاد إلى سابق وظيفتهم وتم قبول ترشح مزدوجي الجنسية واليوم السلطة التنفيذية الحكومة لعلي راسة بيبة وسيد المنفي كداهما يحمد جنسي الدولة أخرى فلماذا هنا نشرع للقاعدة ولماذا ننقلب على القاعدة ونشرع للإستثناء هذا فيما يخص القاعدة الدستورية نأتي إلى القضية الأخرى باختصار وأن هذه المرحلة هي مرحلة انتقالية وأعتقد إذا ما أردنا الذهاب إلى قاعدة دستورية حقيقية تفتح الانتخابات الرئاسية والبرلمانية علينا أن نترك جانبا كل هذه الشروط ونضع الحلول الوسط بمعنى أن نقول بأن بمجرد أن يترشح ذلك العسكري ويفوز برئاسة الانتخابات يكون من حق المطالبة بالتخلية الجنسية أو الاستقالة من المؤسسة العسكرية ويصبح هذا العسكري رئيسا لكل الليبيين هذا هو الصراحة الحلول الوسط التي أرى بأنها مدخلا وأيضا حلولا للخلاف حول القاعدة الدستورية خاصة فيما يخص شروط الترشح للانتخابات الرئاسية أو المترشح للانتخابات أعود إلى ترابلوس أستاذ سنوسي إسماعيل هنا الآن في جلسة للبرلمان يوم الاثنين بدعوة من رئيس عقيلة صالح لمناقشة الأمر ما الذي يفهم من هذا الكلام هل البرلمان مطالب أن يتخذ موقفا من هذه الخطوة أم أنه يدعو إلى شيء ما الذي يمكن للبرلمان الآن أن يفعله وأن يقومه لو كان رئيس البرلمان أصدر بيان مفهوم لكن البرلمان عندما يجتمع ننتظر أن يصدر تشريع أو قانون فما المقصود من هذا الاجتماع يوم الاثنين هو في البداية لكي نوضح الأمر بجلع أكثر ما يتعلق بالعلاقة بين المجلسين وهي علاقة الحقيقة يبدو أنها تناغمية هناك تناغم من أجل في نهاية المطاف أو أنه لم يكن حتى في نيتهم لكنه يؤدي إلى استمرار المجلسين في المشهد إلى أجل غير مسمى طبعا نحن نرى أو كثيرون مثل يرون بأن الشرعية مطلوبة طبعا بكل تأكيد نحن الآن نتحدث عن شرعية خارج هذه المجلسين بالتحديد لكن المشكلة أن هذا لا يمكن أن يستمر إلى أطول من هذه الفترة التي مرت الحقيقة فشل المجلسين دائما في إنجاز الانتخابات وفشلهم في اختيار ربما السلطة التنفيذية المناسبة التي تؤدي أو التي تستطيع أن تقود المشهد ونحو الانتخابات فأعتقد بأن هذا يلجأ ربما المجتمع الدولي أو حتى القوى السياسية المحلية بأن تتجه إلى حلول أخرى طبعا الحقيقة بأن استمرار هذا المشهد بهذا الشكل مجلس الدولة يعرقل مجلس الدولة يعني حينما يكون هناك عرقلة من مجلس الدولة عكسها من مجلس النواب وهكذا يعني هي لعبة أصبحت مستمرة لماذا أقول ذلك؟ طبعا هنا لا تحدث عن انتهازية فقط في مجلس الدولة الانتهازية موجودة أيضا حتى لدى مجلس النواب لكن زي ما ذكرت لك نحن نريد أن نحافظ على الحد الأدنى من الشرعية ونعطي الفرصة لمجلس النواب والدولة بأن يعني يسارعان حقيقة بحل هذه المشاكل سواء كانت ما يتعلق بالمناصب السيادية توحيد المجالس ما يتعلق بتوحيد السلطة التنفيذية وما يتعلق بإنجاز القاعدة السورية وأنا أرى أن القاعدة السورية هي أسهل ملف أسهل ملف من الملفات المطلحة أمام المجلسين طيب دكتور العبد هنا أيضا في بنغازي باختصار ما الذي تتوقعه يوم الاثنين من البرلمان حتى ندخل في الظروف السياسية المحيطة الآن مع مبعوث أممي جديد وهناك أيضا من يقول بأن أمريكا مع هذا المبعوث تبحث عن رئيس وزراء جديد وسطي أو وسط بين الموجودين وبالتالي في تحريك للأمور في تصريحات في الجفرة كانت تتحدث أيضا عن إخراج القوات الأجنبية بالقوة يعني يبدو أن الأمور بدأت تتحرك من أول وجديد باتجاه التصعيد فما الذي تتوقعه يوم الاثنين بداية من البرلمان يعني هو صراحة يعني البرلمان وأعتقد بأنه استفاد من تجربة ضغط الوقت الذي يوضع بالزاوية عندما طلب منه أن يصنع قاعدتي القاعدة الدستورية في موضوع الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ويدرك بأنه ليس هناك وقت متاح ليس هناك مزيد من الوقت المتاح حتى يلعب هذه اللعبة التي حفظها الليبيين بينه وبين مرس الدولة ذلك الطرف الذي يقدم ويتعنت فأعتقد بأن المادة 15 واضحة فيما يخص ألية التشاور ومثل النواب سوف يجد نفسه أمام واقع أنه سوف يذهب إلى واحد صناعة التعديلات في القانون رقم اثنين فيما يخص الانتخابات البرلمانية ويدوعد به المستشار عقيلة في كل الوفود الحزبية التي تزوره بحيث يفتح الباب أن يكون بالمناصبة للفردي والقائمة وأنتكلم هنا على القائمة الحزبية أعتقد سوف يتم إضافة التعديلات فيما يخص تنازل أو استقالة العسكريين أو حامدين مزاوجة جنسية بمجرد وصولهم إلى السلطة ويضع مجلس الدولة في الزاوية من جديد عندما يفرض قاعدة إذا لم يستجيب مجلس الدولة هنا هو يعمل وفقا للمادة 15 من اتفاق الصخيرات التي تنص على علية التشاور بمعنى سوف يحطي مدى زمنية لمجلس الدولة وسوف يقدم قانوني الانتخابات الرئاسية والبرلمانية هنا في جانب سوف يقدم أيضا المعايير لترشح المناصة الشيادية الأربع عفوا الخمس بحكم أن المحكمة العلية والنائب العام تم الاتفاق في بوزنيغا على أنها لا يشملهم التغيير التغيير سوف يشمل مصرف ليبيا المركزي جهاز الرقابة والمتابعة ديوان المحاسبة وما يحدث اليوم صراحة من شد وجد ما بين الرجلين والمجلسين وأعتقد بأنه عبارة عن عملية تفاوضية بأوراق جديدة سوف تكون الورقة الأولى المناصف السيادية الورقة الثانية القاعدة الدستورية والورقة الثالثة الاتفاق على حكومة جديدة لأن كل المحطيات تشير بأن هناك عملية سياسية جديدة قادمة بدعم المجتمع الدولي وبأن السيد عبدالله بتيدي هذا ما أريد أن أسأل عنه الدكتور أحمد ويصنع بحضة طريقة جديدة باختصار هل فعلا هذه الخطوة ممكن أن تكون تحضير لاستباق أي تصعيد عسكري وربما حتى قطع الطريق على سيناريو رئيس الوزراء الثالث أو الوسطي هل فعلا ممكن أن ينظر إلى هذه الخطوة بهذا الإطار باختصار الدكتور عبود هو طبعا الذهاب في حيار لا أرى بأن هناك لا أرى بأن هناك تصعيد عسكري سأختم معك تفضل تفضل لدكتور أحمد يعني أنا لا أعتقد بأن هناك لا أعتقد بأن هناك تصعيد عسكري وإنما أقول بأن كل ما يحدث هو عملية جس نبض لموضوع فشل كل المبادرات كل اللقاعات حالة الانقسام السياسي حالة الانسداد الدستوري لهذا ما استمعنا إليه في خطاب المشير في الجفرة هو بمعنى رسالة تحذيرية بأن المجتمع الليبي الدولة الليبية المؤسسات المنقاصمة ليس لديها مزيد من الوقت تهدره في حالة هذا الانقسام بالإضافة إلى ذلك أنه فتح الباب لكل الجهد الدولي الذي يقوم به سيد عبدالله بتيدي سيد عبدالله بتيدي يشتغل على خارطة بمستويين المستوى الأول مدة زمنية محددة للمجلسين لإنجاز هذه الاستحقاقات إذا ما فشل المجلسين في إنجاز الاستحقاقات التلاتة التي تحدثنا عنها فأنه سوف يذهب إلى التأسيس للحوار السياسي الجديد الذي ينتج رئيس حكومة فقط وليس مجلسا رياسيا وهذه الحكومة تكون حكومة مصغرة حكومة الكفاءات تنجز الاستحقاق الانتخابات الرئاسية طيب دكتور أحمد أستاذ السنوسي إسماعيل نفس السؤال لك نختم معك باختصار هنا برأيك هل هذه خطوة اليوم كانت للقفز أمام سيناريو تشكيل حكومة جديدة رئيس وزراء جديد أو التصعيد العسكري هو طبعا خطوة المجلسين في اعتقادي أنها تريد أولا أن تحسم ملف المناصب السيادية لأن هذا أقوى ورقة ربما في يد المجلسين وخاصة في أن موضوع التوحيد السلطة التنفيذية هذا أمر في اعتقادي أنه ليس بملك المجلسين هذا أمر ربما فيه تداخلات دولية وفيه أطراف عسكرية وإن آخرية فهذا أمر ربما يحسم خارج ربما إرادة المجلسين بالتحديد وإنما يكون لهم بعض المشاركة الجزئية فيما يتعلق بموضوع الانتخابات هنا نتحدث عن القاعدة السورية التي يتحجج المجلسين بأنه لا يمكن التوصل إلى اتفاق حول شروط الترشح أعتقد أن هذا غير صحيح شكليا صحيح أن هناك نزاع بين المجلسين لكن موضوع شروط الترشح يعني موضوع من الناحية القانونية يمكن التوصل إلى حل وسط فيه مرضي لجميع الأطراف يطمئن من لهم مخاوف وفي نفس الوقت لا يحرم أي مواطن ليبي من أن يشارك في الانتخابات حتى لو كان عسكري أو لاه جنسية مزدوجة بشرط أن يتخلى عنها قبل أو بعد يعني هناك حلول من ضمنها مثلا توقف قبل 13 من الموعد الانتخابات التي اشترتت في الانتخابات الماضية ربما يكون هناك تقوي أكثر المادة بحيث تلزم الجميع المهم أن هذا يمكن حلها لكن الأهم في كل ذلك هو حسم ملف السلطة التنفيذية وحسم ملف المؤسسات السيادية شكرا جزيلا لضيفي كان معنا من طرابلس المتحدث السابق باسم مجلس الدولة سنوسي إسماعيل وأيضا الشكر لضيفي من بنغازي الأكاديمي والباحث السياسي دكتور أحمد العبود